سجلت سلطة ضبط السمعي البصري خلال بث برنامج لفاتمات لقناة الشروق بتاريخ الأربعاء السادس جونفي الجاري والذي تناول قصة نادية وصابرينا مع والدهما تجاوزات مهنية وأخلاقية وعند استدعاء السلطة لمدير القناة اعترف بأن هناك خطأ في معالجة هذا الموضوع وحاولت تقديم توضيحات حول السياق العام للحصة وما جاء فيها قبل أن تتعرض حسبه للرقبة محملاً مسؤولية ذلك للجنة المراقبة التابعة للقناة وبالمقابل أكدت السلطة أن معالجة مثل هذه المواضيع الحساسة والمعقدة تقتضي احترافية ومهنية وإشراك المختصين بما يقدم إضافة للمشاهد وحلولاً فعلية لهذه الظواهر خلاف ما حدث في هذه الحصة التي خلفت أثاراً عكسية لأهدافها ومست بالروابط الأسرية وقدسيتها وأعطت صورة مشينة لتعامل الأبناء مع أبائهم وكل ذلك خلف ردود فعل مستاء لدى الأسرة الجزائرية والرأي العام وهو ما تعده سلطة ضبط السمعي البصري سقطة إعلامية تمس بالقيام الاجتماعية وسلطة ضبط السمعي البصري التي مفاتئة تنبه من خلال بياناتها المختلفة بضرورة تحمل المسئولية الاجتماعية لتأسيس إعلام هادف وبناء فإنها تقرر توقيف حصة لفاتمات اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان وتدعو الإعلاميين إلى الالتزام الصارم بأخلاقية المهنة وأحكام خدمات الاتصال السمعي البصري وكذا جميع المختضيات المتعلقة بنشاطه